طيب خلينا نروح ونتكلم بقى ونبدأ حدثنا عن الأهلي وننطلق على طول المغرب ونتعرف على آخر الأخبار الخاصة ببعثتنا كابتن محمود الخطيب يعني كان أعرب عن شكر وتقديره للأستاذ فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ليه بقى؟ لأنه هو حرس على إرسال وفد طبي لمقر إقامة البعثة طبعا بالرباط عشان يتطمن على صحة كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب يعني كان بيعاني من بعض حاجة صغيرة كده عدى ببعض يعني الكبات البسيطة الصحية حاجة بسيطة جدا ما فيش حاجة تطم لحضراتكم وعلى أساسها استحبوا يعني إلى أحد المستشفات عشان يجري بعض الفحوصات التبية هي كانت نزلت برد يعني بس كانت شديدة شوية والحمد لله عدت على خير والكلام ده يعني كان مبارح تحديدا وأكد كابتن محمود بالتالي أو يعني طبيعي جدا أنه هو يبقى سعيد باللفتة دي وحاجة طبعا محترمة جدا وأكد على انتنانه الشديد لكل الأشقاء كمان المغربة والسيد فوزي لقجع تحديدا لما تلوقيه كمان بعثة الأهلي من اهتمام ومن رعاية ومن مسندة منذ لحظة الوصول لدولة المغرب وإحنا عرضنا لحضراتكم تحديدا كمان في عشرة صبح في الأهلي يعني من أول ما وصلت البعثة كان الاستقبال المشرف والجميل والمتوقع بالمناسبة وده من جانب كمان يعني الجاليات هناك المصرية أو المغربة الأشقاءة سعيد التاني برضو الدبلوماسيا كريم لو حنتكلم بصراحة الدبلوماسيا المصرية في أي مكان بتشرفنا لما انت بتروح وبتمثل مصر مش مهم انت مين طبعا معظم الوقت أو أكترية الوقت النادي اللي هو اللي بيمثل مصر في المحافل الدولية المختلف شرف لنا جبير طبعا فبتلاقي هناك الدبلوماسيا المصرية بيبقى السفير بيبقى موجود بيبقى يعني وفد من الاستفارة القنصل دايما بيكونوا حارسين ان هما يبقوا متواجدين ويستقبلوا البعثة ولو فيه أي مشاكل يحلوها فبرده كل ده أكيد يحسب وكل ده بيفرق بشكل برضو معناه يا كريم بنبقى محتاجينه أكيد طبعا اشتركوا في القناة